هذا وتستعد جامعة بديا الاستقبال طلاب الدفع الأولى بها مع بداية العام الجديد في سبتمبر الجاري وذلك في خمس كليات تستوعب الجامعة نحو 12500 طالب وطالبة كما توفر الجامعة كل الفرص الممكنة للطلاب لتكون بوابة لهم نحو المستقبل على مساحة تصل إلى 160 ألف متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر تم إنشاء جامعة بديا وفقاً لأحدث النظمة التكنولوجية والتي تضم خمس كليات علمية ونظرية وتستوعب أكثر من 10 ألاف طالب وطالبة تشجيع قطاع الخاص على إنشاء الجامعات الخاصة وإنها تكون بشراكة مع مؤسسات عالمية دولية مرموقة زي المثل اللي احنا شايفينه النهاردة في جامعة بديا واللي هي بتدخل في شراكة مع جامعة تكساس الطبية هو ده الهدف اللي احنا عايزينه إن نكون مصر تتحول إلى مركز إقليمي للتعليم بكافة مستوياته ونرجع تاني دايماً المقولة اللي كانت بتقول إن كانت مصر في السابق هي المقصد لكل طلاب المنطقة المحيطة إنهم عشان يجوا يتعلموا يجوا هنا في مصر دولة كانت بقالة فترة من يمكن 2014 ابتدت تعمل نظام هو نظام المشاركة في السوق العقاري ودي حاجة كانت نتيجة هائلة اللي احنا شايفينه النهاردة دي بادية ما كناش ممكن نعملها بدون الدولة الدولة استثمرت كتير جداً في بنية تحتية ولازم البنية تحتية دي يعقوبها استثمرات متبادلة بين الدولة والقطاع الخاص بالذات في نشاط التعليم تستهدف جامعة بادية توفير مستوى تعليمي رفيع يتسم بطابع عالمي من خلال شراكة استراتيجية مع جامعة تكساس الطبية بهدف تقديم برامج تبادل الخبرات وتدريب أعضاء هيئة التدريس إلى جانب تنظيم مبادرات مشتركة للبحث العلمي المنح الدراسية احنا بالفعل قدمنا منح دراسية الوقت وصلت لحوالي 20 منحة الغد الوقت احنا لسه أول سنة أما عن التدريب فاحنا جزء أساسي زي ما قلت برضو في اتفاقاتنا مع جامعة تكساس انهم هيقوموا عندنا بالتدريب الصيفي للطلاب كلهم يعني الدفعة كاملة بس احنا مش بنهدف دفعات كبيرة دفعات صغيرة حتى تستطيع جامعة تكساس استعابهم في مستشفياتها وجامعاتها المختلفة جامعة ببادية احنا سبع كليات احنا بنبتدي بخمس كليات مرحلة أولى كلية طب كلية تلك طبيعي كلية طب أسنان كلية الإدارة والعلوم الاقتصاد التطبيقي وكلية نظم المعلومات والبرمجة ومعاملة البيانات يأتي انشاء الجامعة في إطار الاهتمام بالاستثمار في المنشآت التعليمية كأحد الأسس الرئيسية لبناء مستقبل مشرق للمجتمع وذلك من خلال دعم التعليم لتحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل للشباب بما يعزز من قدرات الأفراد ويمكنهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة جرمين إبراهيم التلفزيون المصري